يا مسائل فل على عيونكم معاكم أكل وقصة والنهاردة هنعمل مع بعض ربة المشمش هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة زي ما انتشايفين كده اللون طالع جميل جدا وحلو جدا وخفيفة وما خادتش معانا وقت وطبعا المشمش متوفر في السوق وبقى أسعاره مناسبة جدا نقدر نعمله ونخزنه ونعمل أحلام ربة تنفع معانا بقى مع بيتيفور مع باستافلورا مع نقولها جنب القشطة كده هتطلع جميلة جزا أو جنب قطع من الزبدة هتش هتقول لا وهتعجبنا جدا أول حاجة معايا هنا المشمش أنا جبت المشمش زي ما انتشايفين كده ومساكت السكينة وقطعتها من النص نصين وطلعت النوى بتاعها طبعا النوى بتاعها ده ما بنرموهوش بنكسره بقى وناخد الجزء اللي جوه النوى ده نقدر نعمل منه زيت مشمش نقدر نعمل منه مسقاط نستخدمه في حاجات كتير ينفع بيطلع حلو جدا وجميل أنا هنا معايا اتنين كيلو من المشمش حطيت عليهم كيلو من السكر يعني الكل كيلو من المشمش نص كيلو من السكر هعمل ايه أنا دلوقتي هعمل خطوة بسيطة خالص أنا حطيت السكر على المشمش وهسيبه مدة ليلة كاملة في التلاجة هتقولولي ليه هقولك علشان أنا ما بحبش أحضيفة على المربة ولا نقطة مية أنا عايزها هتنزل ميتها هي وسكرها هي وشرباتها هي حاوليكي بقى دلوقتي بعد ما عدت ليلة كاملة شكل المشمش وهو مع السكر بعد ما نزل ميته بيبقى جميل جدا يا جماعة وبيبقى حلو قوي هنجيب الحلة بتاعتنا على النار بقى وننزل بالمشمش اللي عمل الشربات بتاعه ما حطيتش فيه ولا نقطة مية شايفين المية دي كلها هو لنزلها طبعا هنا أنا استخدمت 2 كيلو فهستخدم لمونة كاملة وأنا بحب مربة المشمش تبقى ميززة شوية لو أنت حباها تبقاش ميززة قوي ممكن تستخدمي نص للمونة بس كفاية وحتعمل معكي شغل كويس قوي طبعا أنا حطيت اللمون أول ما بدأت النار تبدأ تغلي معايا هنسيبوا شوية صغيرين بس يغلي ويفور معايا ونبدأ مع بعض نشوف الخطوات بتاعت المربة عايز أقولك المربة المشمش من أحلى المربات وأسهلها وما بتاخدش وقت خالص على النار يده بقى نص ساعة وتخطيها على النار يعني الموضوع كله بس في التقطيع بتاع المشمش لكن غير كده ما بتاخدش وقت خالص أنا سبت كده المشمش يغلي على النار بدأ يعمل ريم على الوش أنا مش محتاجة ريم ده خالص عشان خاطر تاخدي مربة حلوة كده وجميلة هنبدأ نشيل الريم ده من على الوش أنا شوية صغيرين وهواطي النار وريم بقى هيبدأ يظهر بوضوح ونقدر نشيله بوضوح جدا طبعا مربة المشمش والمشمش ده نفسه ليه قصة حلوة جدا معايا أنا وأنا صغيرة كنت مفكرة إن النواء اللي جوه المشمش ده ده لوز فطبعا كنت بتلنا كل البيت ياكل المشمش واعد أجمع النواء ده واعد بقى في البلكونة ومعايا بقى الشاكوش بتاعي واعد أقصر المشمش وطلع النواء ده واكله طبعا كان طعمه مري جدا ومش هو لوز أساسا إن احنا مناكله بتاع المكسرات نهائيا بس ده كان تفكيري وانا طفلة صغيرة قولوا لي كنت بتعملوا نفس الحركة دي ولا لا أو انتوا صغيرين طبعا أنا شلت الريم من على الوش وهبدأ أسيب المربة تاخد وتندي شوية صغيرين كل شوية ما يطلع الريم على الوش نبدأ نشيله علشان خاطر تاخد المربة صفية وجميلة وتقيلة طبعا تقدر التقيل المربة دي لو انت حباها تقيلة بكيس من الجلي في حاليا في الأسواق نوع جلي بالمشمش ولكن أنا حبا القوان بتاعها هو المربة العادي من غير أي جلي ولا أي حاجة طبعا دي طريقة اللي أنا بعرف بيها المربة انتخلصت ولا لا أنا بحط خط كده على الطبق بتاعي لو الخط ده رجع تاني يبقى المربة لسه ما خلصتش لو الخط ده فضل زي ما هو ما قفلش على بعضه يبقى المربة دي خلصت أنا كان فاضل للمربة كده حاجة بسيطة فرجع الخط تاني فسبتها كده إيه عشر دقايق كمان وبعد كده باقت جهزة شايفيني قوم جميل ازاي واللون حلو جدا 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 من غير ولا جلي ولا أي إضافات ولا جيلاتين بس يا دوبك هو الفكهة والسكر وعملنا أحلى مربة يا رب الوصفة تكون عجبتكم لو حابين تشوفوا لي وصفات أخطر تقدروا طبعا على قناتي قناة أكل وقصة على اليوتيوب شكرا لكم على المشاهدة لو عجبتكم الوصفة من تشتعملوا أعجاب لو حابين تشوفوا لي وصفات أخطر دوسوا على علامة الجرس وشكرا لكم و باي باي